أهلا بكم من جديد ومستمرين معكم في هذه التغطية وسنتحدث الآن عن الحلول السياسية في إيقاف هذا الحرب وأيضا الدبلوماسية الأردنية والعديد من الأمور التي تختص بالسياسة تحديدا سيكون معنا الدكتور إبراهيم بدران وزير سابق نتحدث بشكل مفصل عن هذا الأمر وهل بالفعل اليوم في خطوات يتم دراستها كما يقال في الآون الأخير تحديدا بالصحف الأجنبي أهلا وسهلا فيك معليك نورتنا أهلا خير معليك أهلا وسهلا يعني معليك أول شيء بنشوف الجهود المبذولة منذ بداية هذه الحرب أول شيء دولوماسية الأردنية ودور أيضا جاءت الملك في إنهاء هذا الحرب ووقف هذا الحرب وأطلاق النار حتى على المدنيين اليوم تحدث اليوم عن الجهود الأردنية تحديدا في البداية سيدي لوقف الحرب على قطاع غزة يعني هو ربما ما يميز الجهود الأردنية أنها مركزة نحو النقاط الرئيسية بمعنى أن الأردن يدرك ويعرف بأن الإشكال الرئيسي هو وجود الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق الأفق أمام الحل الذي وافقت عليه المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولذلك يركز في جميع المخاطبات الدبلوماسية والسياسية وكما لاحظنا في خطابات جلالة الملك في المؤتمرات واللقاءات أنه يبدأ بوقف الحرب وإنهاء الاحتلال وإطلاق عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وعاصمة القدس وفي كل مناسبة صغيرة أو كبيرة هذه العبارة لا تغيب عن الخطاب الأردني بينما نسمع خطابات أخرى لا أريد أن نذكر أسمع الدول تتكلم عن تهدئة تتكلم عن المساعدات الإنسانية وتنسى وقف الحرب يعني هناك دول عربية للأسف تتكلم فقط عن المساعدات الإنسانية لغزة وتنسى أن النقطة رقم واحد الأولوية هي وقف هذه الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على المدنيين العزل في قطاع غزة هي لا تحارب حقيقة المقاومة توجه كل ضرباتها وكل تدميرها نحو المساكن المنزلية نحو المرافق المدارس المستشفيات الكنائس الجوامع وغير ذلك وبالتالي الحرب المجنونة أو المتوحشة حقيقة وليست مجنونة هذه في كل لحظة لا تغيب عن الرؤية الأردنية كما أنه لا يغيب عن الرؤية الأردنية أن الحل لهذه الأزمة التي تتجدد سنة وراء سنة تتجند كل خمس سنوات مضى عليها خمسة وسبعين سنة دون أن تصل إلى حل فيركز على أنه مهما حاولنا أن نتهرب من مواجهة الحقيقة إذا أردتم استقرار للمنطقة أردتم سلام للإسرائيل فلا يتحقق ذلك إلا إذا أخذ الفلسطينيون حقوقهم هذا الوضوح عند الأردن أقول بالكاد يكون الوحيد الذي يرى الأمور بهذه الصورة معليك كان لك مقال يوم أمس في أحد صحفنا المحلية تحدثت عن هذا الموضوع ولكن لليوم نرى هناك جهود استعمارية تكون فيها الدول الأوروبية ومستمرة في المنطقة وتحاول العودة للاستعمار لماذا هذا الأمر؟ لماذا اليوم نرى الفلسطين وبعض الدول العربية تحت منظار فكرة الاستعمار والعودة لرؤية الاستعمار من جديد؟ لأن العقلية الاستعمارية والمطامح الاستعمارية لا تزال مسيطرة على الولايات المتحدة والدول الأوروبية رغم ما نسمع عن حقوق الإنسان وغير ذلك هذه يقصد بها دولهم في الداخل وشفنا ولكن إذا استعرضنا الخمسين سنة الماضية جميع الحروب التي شنت من شنت تلك الحروب؟ شنتها إما أمريكا، إما بريطانيا، إما فرانسا أمريكا، في أفغانستان، في العراق، توني بلير خرجوا أربعة مليون متظاهر في بريطانيا ضد تدخل ضد غزو العراق أصر وكانت النتيجة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف عراق قتلوا غير من نزحوا وهجروا والنتيجة هي العقل الاستعماري الذي يريد أن يسيطر على الآخر وخاصة السيطرة على دول أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط في أفريقيا، في أفغانستان، في الحروب العالمية الثانية، في الهند ماذا فعلت بريطانيا وبالتالي هذا الثقافة الاستعمارية والمصالح الاستعمارية لا تزال هي التي توجه السياسة لدى الدول الخمسة وهي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا يساعد على ذلك ويشجع ضعف المنطقة ذات العلاقة حينما تكون المنطقة العربية ضعيفة فهذا يشجع الاستعماري المتردد على أن لا يتردد ما عليك أن هي بالفعل ضعيفة؟ أم تدعي الضعف حتى لا توجع رأسها؟ هذا السؤال ذكي جدا إذا قصدنا أن الضعف تكويني لا تستطيع لا، هي ليست ضعيفة لكن إذا قصدنا أنه ضعف تجهيزي وضعف استعداد للعمل فهي ضعيفة لأنها لا تستعد للعمل يعني تفضل أن تعيش تحت سيطرة المستعمر مباشر أو غير مباشر بدلا من أن تتعب وتجتهد وتعمل يعني إذا أخذنا دول أخرى لننظر إلى فيتنام فيتنام لم يبقى سلاح في الولايات المتحدة باستثناء السلاح النووي لم يبقى سلاح إلا استخدم الكيميائي والبيولوجي وكل الأسلحة ومع ذلك صمدت لأن هناك إرادة للصمود مهما كلف نحن نميل دائما إلى أن نريح أنفسنا من عناء العمل والجهد والتعب والبناء والاجتهاد والسهر ونريد أن نرى الأمور جاهزة لذلك تجدين نحن نفضل أن يأتي مستثمر أجنبي قبل أن يأتي مستثمر أردني أن نأخذ مساعدات بدلا من أن ننشئ شركة مساهمة عامة وطنية الضعف هو بسبب عدم الرغبة في العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية ما عليك نحن اليوم نحكي عن حل سلمي في المنطقة تعديدا ودول الغرب تدعي السلمية في هذه المنطقة والحينية الشرق الأوسط لكن اليوم على أرض الواقع نشوف الدعم الأمريكي والدعم الغربي لإسرائيل يعني للإبادة الجمعية التي نشوفها في قطاع قز اليوم كيف يمكن يحدث سلام وسلم مع هذا الدعم سيد العزيز ودور الدول الغربية في هذا الدعم لإيجاد سلم على أرض الواقع هو الدعم له أو خلفه تكمن عدة أسباب أولا المفاجأة التي أوقعتها المقاومة في إسرائيل أفزعت الإسرائيليين فيريد من هذا الدعم أن يطمئن الإسرائيليين لا تهربوا من البلد الذي اغتصبتموه قبل خمسين سنة وإنما نحن سندعمكم الناحية الثانية هو يريد أن يخيف الدول العربية إياكم أن تتحرك أي دولة إياكم أن يتحرك أي جيش عربي لأننا سنكون موجودين للضرب والسبب الثالث هو تقديم المشورة والخبرات العسكرية للجيش الإسرائيلي وتحذير للروس أننا نحن هنا فلا تقتربوا من هذه المسألة لكن هذه الأسباب لا تعني أن الطريق مغلقة البلاد العربية لديها وسائل للضغط على الولايات المتحدة وعلى أوروبا عديدة ولا يجوز أن نكتفي فقط في شجب الموضوع والذهاب إلى الأمم المتحدة يعني حينما أردوغان أشاد بالمقاومة إسرائيل سارعت إلى استدعاء السفير من أنقرة فالبلاد العربية لماذا لا تستدعي سفراءها يأسك لسا عن دور العربي في هذه الحرب وإيجاد السلم أين الدور العربي؟ الحقيقة أو الصمت العربي ليش لغاية هذه؟ الحقيقة أنه دور ضعيف إذا استثنينا الأردن الذي بالغالي والنفيس لا نقولها مدحن ولكن هذا هو الواقع الواقع إذا استثنينا الأردن فإن أغلب البلاد العربية الأخرى لا تريد أن تكون طرفا في هذا الموضوع ظنا منها أنها في مأمن من أطماع إسرائيل هو تفكير خاطئ وهذا تفكير خاطئ في يوم واحد إسرائيل ضربت الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا ومصر في يوم واحد دربت معبر رفح الذي هو أرض مصرية وضربت جنوب لبنان وسوريا وضربت مطار حلب ومطار دمشق يعني في سوريا لم تضرب منطقة جانبية زراعية أخرجت مطار دمشق ومطار حلب عن الخدمة هذا مؤشر أن الشرور والأطماع الإسرائيلية ليست محصورة ضد الفلسطينيين إذا تمكنت إسرائيل سوف تمد يديها المتوحشتين إلى البلدان المجاورة أنظر إلى موضوع التهجير تحاول إسرائيل أن تهجر سكان غزة إلى البلاد العربية أين سيذهب إما إلى مصر وإما إلى الأردن وهذا السكوت العربي حقيقة يعني لا ننسى أنه سكوت من الأنظمة وليس الشعوب يعني ليس هناك من شعب عربي واحد من المغرب حتى عمان لم يخرج بمظاهرات لتأييد المقاومة وتأييد الحق الفلسطيني لكن الأنظمة تريد أن تستمر في حالة سكون وحالة ابتداء بابتعاد حتى أن بعض الأنظمة لم تطالب بوقف الحرب الأردن هو الذي يطالب بالوقف الفوري للحرب بينما دول أخرى تتكلم عن المساعدات الإنسانية وغير ذلك يعني أنطونيو بوتيرش قبل أيام حكى أنه ما تقوم بإسرائيل يعني هاي هجمات لا تبرر بالقتل الجماعي في غزة وشفنا إسرائيل صارت وكيف يكون هذا التصريح طب اليوم لماذا هذا التغول ولماذا هذا الشعور بجنون العظمة يقولون عن هتلر هم يفعلون كما فعل هتلر وزود زي ما بيحكوها اليوم هذا الدور جنون العظمة عدم الانصياع على ما تقول الأنظمة والقوانين لا تكلم عن دول العالم ولكن هناك قوانين أنظمة تم وضحها هناك لا انصياع وضارب بعرض الحائط كل ما يقوله العالم تفضل السبب أن التغطية الأمريكية والأوروبية لإسرائيل لا تقتصر على الجانب العسكري وإنما على الجانب السياسي والجانب الإعلامي والمؤسسات الدولية نلاحظ أن المؤسسات الدولية تكون نسبة التصويت فيها حسب المساهمة في موازنات تلك المؤسسات في بعضها وفي بعض آخر حسب العداد لكن القاعدة التي يسير عليها الغرب أن إسرائيل هي مشروعنا الاستعماري الذي أنشأناه نحن ونريد أن ندافع عنه حتى يبقى لماذا؟ لأن إسرائيل قامت بوظيفة سياسية غاية في الخطورة ما هي أن إسرائيل كانت أحد واحد من الأسباب الرئيسية في بعثرة المنطقة العربية وفي خلافات المنطقة العربية وفي تفرق المنطقة العربية وهذا ما يريده المعسكر الاستعماري أمريكا تريد البلاد العربية بلاد متفرقة تريد بريطانيا تريد كذلك وبالتالي إسرائيل تخدم بوجودها كما هي بعدوانيتها بتدخلاتها الخفية والظاهرة في المنطقة العربية تخدم المصالح الأمريكية والمصالح البريطانية والمصالح الألمانية وغيرها ولذلك هم يدافعون عنها بهذه الطريقة أولا لأن العقلية الاستعمارية لا تزال قائمة وثانيا لأنها تخدم المصالح الاستعمارية حتى اليوم يعني تصوري لو أن ونرجو أن يقع ذلك لو أن المقاومة انتصرت على إسرائيل بشكل كامل هذا سيعيد الثقة إلى المجتمعات العربية وإلى الشعوب العربية وستكسر هالة الخوف التي زرعتها إسرائيل من أنها الجيش الذي لا يقهر والدولة التي لا تقهر وغير ذلك وتطور حالة عربية أكثر تماسكا وأكثر قوة ولذلك من أسباب من أسباب الدعم الأعمى الدعم المطلق الذي قدمته أوروبا وأمريكا هي محاولة إبقاء الدور الإسرائيلي في المنطقة العربية على حاله حتى أصبح أن الاعتراف بإسرائيل مبرر لشرعية الأنظمة انظر في السودان كانت السودان على قائمة الإرهاب مقابل الاعتراف بإسرائيل اعترفت الولايات المتحدة في نظام البرهان وحذفت السودان من قائمة الإرهاب بالتالي خدمة إسرائيل هي أداء من أدوات الاستعمار الذي لا يزال قائما وكما نرى الاستعمار لدينا نراه في أفريقيا انظر ماذا تفعل فرنسا في أفريقيا فبالتالي يجب على الأنظمة العربية أن تدرك أن الغطاء الأمريكي ليس ضمانة للبقاء على الإطلاق يعني معاليك الحديث يطول بهذا الموضوع والأسئلة كثيرة بصراحة لكن جزء لذيق الوقت نشكرك معالي الدكتور ربراهيم بدران لوجودك معنا لهذا الصباح شكرا لك شرفته شكرا لك شكرا لك شكرا لك